بعد ما حولنا اهدفنا لعادات وعلى هدى هذه العادات ابتدينا نجدول ايامنا واسابعنا عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا 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 وهو ادارة حياتنا حسب ميولنا الشخصية في ناس بتكون في اقصى نشاط لها بالنهار او بالصبح او بعد الفجر او في الفترة بتاعة وسط النهار من بعد مثلا الدهر الساعة 12 للساعة 3 في ناس تانية بتنشط بالليل بتكون في اوج نشاطها وطاقتها وتركزها بالليل وهنا مفيش قاعدة بتقول ان ده صح او ان ده صح لان في عوامل كتيرة بتساهم في هذه الميول الطبيعية اللي موجودة عندنا واللي بتأثر على مستويات نشاطنا خلال اليوم وهو ده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل طاقتنا الشخصية عاملة زي ما تكون خزان كل يوم الصبح بنسحة ومعانا خزان مليان من الطاقة الشخصية في عوامل معينة بتساهم في مقدار الطاقة اللي موجودة في الخزان دو وكمان ازاي بندير هذه الطاقة جسمنا عقلنا روحنا عواطفنا والتزاماتنا كل دي عوامل بتساهم في او بتشكل ازاي احنا بندير طاقتنا الشخصية وفيما يسمى بحالة التدفق تخيلوا كده ان احنا حياتنا زي ما يكون نهر والنهر ده بيتدفق بسهولة ويسر نحو المصب وما فيش حجارة كبيرة ولا صخور بتعوق تدفق النار في الحالة دي اللي احنا بنكون فيها في حالة التدفق بنلاقينا في اعلى مستويات تركزنا بنكون حبين اللي احنا بنعمله وبيكون الوقت مناسب للعمل اللي احنا بنعمله مهمتنا بقى ان احنا نوجد حالات التدفق بكسرة في حياتنا فيه برضو يعني عامل مهم جدا جدا وهو عواطفنا ومشاعرنا وتأثرها على طاقتنا الشخصية فيه بعض العواطف والمشاعر السلبية اللي لما بنشعر بيها بتنتص في كل طاقتنا الشخصية علشان كده لازم نتعلم كيف ندير عواطفنا ازاي حتى يعني العواطف السلبية او الايجابية ما هي الا رسول رسول بيقول لنا انت شاعر بالشعور ده عشان فيه امور معينة لو الشعور ده شعور ايجابي لما اعرف انا شاعر هذا الشعور الايجابي ليه اقدر اكثره تاني في حياتي لما اشعر بشعور سلبي اقدر اعرف السبب ليه انا شاعر بهذا الشعور السلبي واقدر ان انا ادير العواطف دي بحيث انها متأثرش على خزان طقتي التزاماتنا كمان بتلعب دور كبير اوي 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 في مستويات طاقتنا الشخصية لما بنلزم انفسنا بامور كتيرة اوي 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 وهذا الامر ياخد شوية من طاقتنا الشخصية وهذا الامر ياخد شوية من طاقتنا الشخصية وهذا الامر ياخد شوية من طاقتنا الشخصية ممكن نيجي في لحظة على مدار اليوم ما عنديش طاقة أوجهها لأهدافي وأحلامي وطموحاتي والأمور المهمة اللي أنا عايز أنجزها فلازم نراجع التزاماتنا هل إحنا بنلزم نفسنا بأمور كتيرة قوي قوي على مدار اليوم أكبر مما يسمح بي خزان طاقتنا الشخصية لو هو ده الوضع يبقى لازم نراجع هذه الالتزامات ونشوف وعلى مدار الأسابيع اللي جاي حنتعلم إزاي نتعامل مع التزاماتنا كمان صحتنا الجسدية عامل مهم جدا جدا ومؤثر في طاقتنا الشخصية بشكل عام الناس اللي عندها بعض الاعتلالات بعض المشاكل الصحية في بعض الأمراض بتبقى مدية إحساس بعدم الراحة بإحساس بالآلام المتفرقة الأدوية كمان اللي بناخدها بتأثر على نشاطنا وعلى طاقتنا الشخصية فصحتنا الجسدية شيء مهم جدا جدا علشان كده أنا بدعوكم احجزوا معاد مع الطبيب اعملوا تشكب كامل على صحتكم شوفوا إيه اللي يعني بيسبب لكم بعض الاعتلالات غيروا نمط حياتكم لأن كل ما اهتمينا بصحتنا الجسدية ده هيأثر على مستويات طاقتنا الشخصية فيه كمان طاقتنا العقلية لما أستهلك طاقتي العقلية في أمور لا تفيد يعني مثلا نعود أقضي وقت طويل قوي على السوشيال ميديا أو أقضي وقت طويل قوي في الفيديو جيمز طب أجي بقى بعد كده عشان أركز في شغل أو علشان أذاكر أو علشان أعمل حاجة بتتطلب مجهود عقلي مش حلاقي الطاقة العقلية اللي تمكنني من أن أنا أعمل هذا الأمر ليه؟ لأني استهلكتها في أمور أخرى وكل حاجة إحنا بنعملها على مدار اليوم بتستهلك جزء من طاقتنا العقلية حتى مجرد اللعب مجرد إراية البوستات اللي بتيجي على الفيسبوك أو على انستجرام كل الحاجات دي بتستهلك جزء من طاقتنا العقلية فلازم الواحد يكون حصيف في إنفاق طاقته العقلية وما يستهلكهاش في أمور لا تفيد وزي ما تكلمنا على التزاماتنا التزاماتنا مرتبطة جدا جدا بأولوياتنا لو ما راجعناش أولوياتنا في الحياة حنلاقي نفسنا بنضع كل الأمور في حياتنا إنها أولوية وده طبعا بيتطلب هذا المورد يعني الثمين جدا جدا اللي هو طاقتنا الشخصية فتبص تلاقي إن إحنا بنهضر طاقتنا الشخصية في أمور ليست من أولوياتنا كمان على مدار اليوم مستويات طاقتنا الشخصية بتختلف وهنتكلم بالتفصيل عن الأمر ده فلازم نلاحظ إمتى مستويات طاقتنا بتبقى أعلى مستوى وإمتى بتكون أقل مستوى وده حينفعنا جدا جدا في جدولة فترات راحة حقيقية علشان أقدر أمل خزان الطاقة تاني بحيث أن أنا أقدر أكمل وهنا لازم أركز على مفهوم الراحة الحقيقية أحيانا بنكون قاعدين بصين في شاشة لابتوب أو بصين في شاشة التليفون بتاعنا وده بيستنفذ طاقتنا الجسدية والعقلية وكمان طاقتنا العاطفية لأن الأمور دي بتيجي مع مشاعر أخبار بتضيقنا حاجات بتزعجنا الكلام ده كله ويبقى أنا فاكر أن أنا كده قاعد برتاح وده مش راحة ولا حاجة بالعكس أنا بستنفذ طقتي وأنا فاكر أن أنا في فترة راحة طيب تعالوا نتكلم بقى على خطوات عملية إزاي ندير حياتنا حول ميولنا الطبيعية طبعا إحنا بنحلم يا سلام أنا نفسي ألعب رياضة وروح الجام أنا نفسي أسافر أنا نفسي أرتاح أنا نفسي أصحى من النوم بدري كل يوم أنا نفسي أكل أكل صحي أنا نفسي أقرأ كل الحاجات دي عارفين إن إحنا لازم نعملها وإنها مفيدة لنا وإن إحنا حنحسن حياتنا لو عملنا هذه الأمور لكن في الواقع بقى إيه اللي بنعمله طبعا ما بنصحاش بدري ولا حاجة وبنصحر طول الليل وبنصحف النهار متأخرين بنقضي وقت طويل جدا جدا على السوشيال ميديا في أمور لا تفيد بكون مرهق وتعبان وجسديا ونفسيا بأكل أكل مش صحي سكر كتير حلويات كتير نشويات كتير خضار أقل حاسس بالملل مش لاقي وقت إن أنا أقرأ إن أنا يعني أذاكر أو إن أنا أهتم بالأمور اللي أنا محتاج أهتم بيها علشان كده لازم نعمل تقدير للفجوة بين ما يجب أن أفعله وما أفعله بالفعل إيه الحاجات اللي أنا بعملها فعلا وإيه الحاجات اللي أنا نفسي أعملها أو عايز أعملها أو لازم علي أن أعملها وابتدي أشوف الفجوة بين الاثنين ده تمرين مهم جدا جدا تقدير الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المأمول كمان مهم جدا إن إحنا نتعرف على إيقاعنا اليوم اليوم بيمر حتى كده بيسموه الساركيديان ريثم في إيقاع معين لكل العمليات الكيموية اللي في جسمنا وارتبطها بالكون حوالينا اللي إحنا عايشين فيه فيه أوقات بكون فيه أعلى يقظة فيه أوقات بكون فيه أعلى كفاءة للقلب والدورة الدموية فيه أوقات بيكون بتكون أحسن ما يكون للنوم العميق فلازم ندرس على مدار اليوم ما يسمى بالإيقاع الشخصي إيه إيقاع جسمي وعقلي ونفسيتي على مدار اليوم وحيساعدنا في أن إحنا يعني نفهم طاقتنا ومستوياتها على مدار اليوم ما يسمى بمنحنة الإنتاجية الشخصية على مدار اليوم وطبعا فيه يعني فيه برامج زي مثلا ريسكيو تايم ده أب بتحطه على اللابتوب بتاعك أو بتحطه على التليفون بتاعك يوريك إمتى إنت كنت بتشتغل ونشيط وإمتى كنت بتضيع وقت في أمور أخرى فتقدر تحدد الوقت اللي بتكون فيه أعلى إنتاجية مقابل الوقت اللي بتكون مشتت الانتباه طيب إزاي نعمل التمرين ده وإزاي نتتبع إنتاجيتنا وتركزنا وكمان الحماس والحافظ اللي إحنا حاسين به نعمل إيه؟ بنعمل منحنة بياني منحنة رسم بياني فاكرين في المدرسة زمان كنا بنعمل منحنيات الرسم البيانية هنعمل منحنة رسم بياني على ورقة كبيرة طبعا النموذج هيكون مرفق نقسم يومنا على مدار الساعة من الساعة مثلا سبعة للساعة تمانية للساعة تسعة عشرة حداشر اتناشر الظهر واحدة اتنين تلاتة لغاية منا وباستخدام الرسم البياني ده وعلى سكيل من واحد لعشرة نبتدي نقيم يا ترى أنا إنتاجيتي مستوها إيه؟ من واحد لعشرة كده مستوى إنتاجيتي إيه؟ آه خمسة مستوى حماسي إيه؟ تلاتة مستوى تركيزي إيه؟ واحد بعدها بساعة لقيت أن مستوى إنتاجيتي علي ومستوى حماسي بقى أعلى ومستوى تركيزي أقل يا ترى أنا كنت بعمل إيه هنا؟ يا ترى ليه تركيزي كان قليل؟ ونبتدي نسأل نفسنا الرسم البياني ده هيوضح لنا إمتى بيكون إنتاجيتي أعلى ما يكون؟ إمتى بيكون تركيزي أعلى ما يكون؟ إمتى بيكون حماسي وحافزي الداخلي أعلى ما يكون؟ لأن ده حيساعدني في أن أنا أعيد جدولة يومي بحيث أني أستفيد من فترات الانتاجية القصوى دي والفترات دي اللي هي البيك تايم اللي هي أعلى نقطة في المنحنة هي دي الفترات اللي أركز عليها أن أنا أغتنمها فأجدول بقى وأعمل الجدول المناسب لي أنا؟ مش الجدول المناسب عشان الدكتور الفلاني قاله أو الشخص الفلاني قاله أو شخص أنا بحبه بيعمل كده لا جدول يومي مناسب لي أنا حسب الطاقة بتاعتي على مدار اليوم ففي الفترة الانتاجية القصوى دي اللي أحط فيها أهم أعمال ومهام مهمة بالنسبة لي فترة التركيز العالي جدا جدا أحط فيها المهام اللي بتتطلب التركيز اللي بتتطلب جهد عقلي وطاقة عقلية مثلا زي المذاكرة زي الحسابات زي التحليل وفي الفترات اللي أنا في أقل مستويات الطاقة العقلية مثلا بس لسه طقتي الجسدية عالية ممكن أجدول فترات الإكسرسايز مثلا التمارين الرياضة التمشية كمان أجدول فترات راحة فترات الراحة دي اللي بعدها طقتي بترجع تاني تزيد وطبعا فيه أمر مهم جدا جدا هو الإجهاد العصبي الإجهاد العصبي للأسف بيأثر على إنتاجيتنا على مدار اليوم وزي ما تتبعنا إنتاجيتنا وطاقتنا وتركزنا وحافزنا الذاتي نتتبع الفترات اللي بنحس فيها أن احنا سترهزت أن احنا متوترين أن احنا مرهقين عصبيا أن احنا حسين بالإجهاد العصبي ونشوف الفترات دي يا ترك إيه العوامل الخارجية اللي أثرت على شعوري وإحساسي بهذا الإجهاد العصبي وأجدو اليومي حسب منحنة إنتاجيتي التركيز وقت ذروة التركيز ده يعني وقت ثمين جدا جدا أستغله في أن أنا أحط الحاجات اللي محتاجة تركيز وطاقة عقلية الاجتماعات والمكالمات وإن أنا أشوف البريد الإلكتروني بتاعي والكلام ده كله أجدوله لما تكون مستويات الطاقة بتاعتي متوسطة مش محتاجة تركيز كبير قوي 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 وفترات الراحة دي بقى فترات الركود الحقيقية اللي بجدولها خلال اليوم علشان أرجع تاني أبني خزان الطاقة وهنا كلمتكم أنا قبل كده في فيديو سابق على مفهوم تخصيص الوقت إحنا محتاجين وقت لللياقة إن أنا أمارس الرياضة إن أنا أمشي إن أنا أمارس نشاط جسدي يساهم في لياقتي باستخدام منحنة الإنتاجية ده أشوف أنهي أحسن وقت أخصصه لوقت اللياقة محتاجين وقت الروحانيات أو اللي بسميه العلاج الروحاني لنفسي الوقت اللي بصلي فيه بخشوة الوقت اللي بتأمل فيه وقت العبادات فين الأوقات اللي على مدار يومي اللي أنا محتاجة جدول فيها هذا الوقت الروحاني محتاجة جدول وقت للأعمال الإدارية إن أنا أشوف البريد الإلكتروني بتاعي إذا كان فيه أعمال ورقية إذا كان فورم إذا كان فيه مكالمات إدارية هعملها إذا كان فيه مثلا فواتير هتدفع كل الأمور دي يمكن مش بتحتاج تركيز عالي قوي 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 فبالتالي أقدر أشوف على مدار اليوم الفترات اللي أقدر أخصصها لوقت الإداريات بيه بقى وقت اسمه وقت الإبداع ده الوقت اللي أتعلم فيه حاجة جديدة اللي أبدع فيه اللي أمارس فيه هواية ما يعني أتفرج على حاجة كويسة أسمع بودكاست مثلا كويس أقرأ مقال كويس وفيه كمان وقت التعلم ده الوقت اللي أنا محتاج أذاكر فيه وتعلم علوم معينة أو مهارات معينة محتاج أتعلمها علشان تحسن حياتي علشان تحسن أدائي في العمل علشان أترقى في عملي علشان أذاكر وانجح في الامتحان وفيه وقت للموعيد والاجتماعات أنا مثلا ما باخدش أبدا أي اجتماعات وما بجدولش أي اجتماعات في فترة الصباح قبل الساعة 12 الضخر ليه؟ لأن الفترة دي أنا بكون فيه يعني أعلى مستويات تركيزي فمش عايزة أضيعها في اجتماعات وأستغل الوقت ده فيه مهام فكرية ودي اللي بسميه وقت الساعات الذهبية فزي ما عندي وقت للاجتماعات فيه وقت الساعات الذهبية اللي بيكون تركيزي أعلى ما يكون أشوف على مدار اليوم إمتى هي الساعات الذهبية وإزاي أستغلها وما أستغلهاش فيه اجتماعات ومقابلات حتى على التليفون لأن برضو فيه اجتماعات على التليفون فيه اجتماعات على زوم فيه اجتماعات فيس توفيس أجدول الاجتماعات بعيدا عن وقت الساعات الذهبية دي وفيه طبعا وقت العائلة والأصدقاء أخصص وقت اللي هاعد فيه مع عائلتي هنقعد نتكلم هنحكي هنأكل مع بعض هخرج قابل أصحابي برضو دي ما بتبقاش محتاجة تركيز عالي قوي 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 فأقدر أجدول هذه الأوقات في الفترات اللي بعيدة عن الساعات الذهبية وفيه وقت الأعباء الحياتية زي مثلا أعباء منزلية أمور بعملها أصلح حاجة في البيت لبابايا أو لمامتي أصلح حاجة في البيت لزوجتي أشتغل في البيت عشان أنضف عشان أطبخ عشان أعمل كذا 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 إمتى الأوقات اللي أقدر أجدول فيها هذه الأعباء المنزلية وطبعا في وقت الراحة وتاني بقول إنها تكون راحة حقيقية يكون فيها استرخاء تام يكون فيها نوم عميق إمتى هذه الأوقات برضو أجدولها على مدار اليوم يبقى على مدار الأربعة وعشرين ساعة عارف إن فيه وقت لللياق عارف إن فيه وقت للاجتماعات عارف إن فيه ساعات ذهبية دي اللي جدول فيها الحاجات اللي محتاجة تركيز عالي جدا جدا عارف إن فيه أوقات ممكن أخصصها لأصدقائي فيه أوقات أقدر أشتغل في البيت وأعمل بعض الأعباء الحياتية والأمور الحياتية كده يبقى أقدر أحقق توازن في حياتي ترجمة نانسي قنقر